ضربات أمريكية بريطانية جديدة على هداف حوثية في اليمن 36 هدفا في 13 منطقة حسب بيان أمريكي بريطاني وهناك ربط ربما بين ما يحدث اليوم وما حدث بالأمس من ضربات أمريكية في سوريا والعراق حسب ما نتابع الآن من هذه الأخبار فقد أفاد مراسلنا بأن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد مواقع الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية استهدفت مواقع في صنعاء وتعز وحجة والبيضاء والحديدة ومحافظات أخرى كما أفاد مراسلنا بأن الهجمات التي تعد الأعنف من نوعها طالت أهدافا استراتيجية مثل معسكري النهدين وكهلان